بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنكمل كلام على دورة التبريد او الكولانت سيركيت اتكلمنا في الفيديو اللي فيت على بلف الحرارة او استرموستات وعرفنا ايه هو بيشتغل ازاي ولو شلناه او ايه اللي هيحصل فالنهاردة هنكمل كلام على الموضوع بتاع دورة التبريد وطبعا ده موضوع مهم جدا وهنتكلم برضو عن المية بتاع الكولانت او مية التبريد اللي انت لازم تحطاه في الموتور بتاع العربية ففي الاول كده هنتكلم عن مكونات دارة التبريد جوه محرك الاحتراق الدخلي زي ما انا شايفين كده اول حاجة الكولانت ارياتير او ارياتير بتاع التبريد بعد كده بيكون في ظهره المروحة بتاع ارياتير او ارياتير فان بعد كده فيه الوتر بومب اللي هي موجودة تحت دي وفوق فيه السيرموستات وطبعا اتكلمنا عنه باستفاضة في الفيديو اللي فات وفيه هنا الموتور او الانجن المحرك بتاع العربية وفيه الهيت اكتشينجر او الدفاية او تلاجة السخن وده الفولف الخاص بيها فطبعا اول حاجة موجودة معنا هو الرياتير طبعا الرياتير ده يعني عنصر مهم جدا 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 دورة تبريد وهنتكلم كده ان احنا اطلا عايزين نبرد علشان زي ما قلنا في الفيديو اللي فاتد اللي احنا عايزين نحافظ على درجة الحرارة من خمسة وتمانين لتمانية وتعين في المية وطبعا النظام الحلالي اللي قدامنا ده نظام مغلق يعني لو اتكلم مثلا على العربية الماني عربية سكودة مثلا او عربية فولكس النظام بيكون بتاع التبريد بيكون نظام مغلق يعني معزول عن الضغط الجوي وطبعا الووتر بومب او ترمبة المية دي بتقلب المية جوه دورة التبريد وطبعا مبدأ عمل الريداتير طبعا ده اول حاجة في الدائرة وده اللي بيكون في اول العربية وبيكون متصل بشكل مباشر مع الهوى طبعا طول ما العربية ماشية الهوى بيخبط في الريداتير والريداتير مبدأ عمله طبعا او نظرت عمله ان هو بيقوم بالتبريد او بتبريد المية اللي هي بتكون طلعة من الماتور علشان تخش جوه تبرده يعني هي المية بتطلع سخنه بتخش جوه الريداتير وطبعا هوا مبدأه بسيط جدا جواه بيكون في مواسير كتير المواسير دي بيتم فرد المية فيها يعني بمبدأ بسيط زي مثلا ايه لو انت معاك كباية مية كباية المية دي علشان تبرد المية اللي جواها بتفرد او بتكبر المساحة اللي جواها المية دي يعني بنكبر الكباية كل ما الكباية كبرت كل ما المية هتبرد اسهل او اسرع وده مبدأ عمل الريتاتير زي ما قلنا ان هو بيفرد المية جوا المواسير الكتير قوي بتاعته دي فبالتالي بيتم عملية التبريد جوه الريداتير من خلال طبعا الهواء اللي بيكون داخل من من مشي العربية وعلشان نسرع عملية التبريد دي بيكون في المروحة في ظهر الريداتير المروحة دي طبعا بتعمل على زيادة سرعة التبريد وبيكون نوعين يعني المروحة بتكون نوعين يا إما نوع شغال ميكانيكية يا إما بالكهرباء وطبعا ده بيكون متوقف على الديزاين أو الشركة المصنعة هي عاملة عاملة بالكهرباء ولا ميكانيكا أو المروحة ميكانيكية يعني وفي الآخر خلاص بيقدوا نفس نفس الغرض يعني هو نفس الغرض بيقدوا اللي هو تسريع عملية التبريد جوه الريداتير وطبعا الميا بتطلع من الريداتير زي ما احنا شايفين كده لو ركزنا على لون الأزرق بتطلع من الريداتير مبردة وبتخش عن طريق السرمستات إلى المحرك فجوه المحرك طبعا بيتم عملية تبريده والميا طبيعي بتسخن وبتطلع تاني جوه الريداتير علشان يتم عملية التبريد تاني وبالموضوع ده بيفضل ماشي كده بنفس المنوال طبعا زي ما قلنا علشان نحافظ على درجة الحرارة اللي هي من 85 درجة مقوية إلى 98 درجة مقوية طبعا علشان تاخد أعلى كفاءة من الماتور وتاخد أعلى باور منه لازم نحافظ على عملية أو على الرنج بتاع درجة الحرارة ده وطبعا الريداتير بيحصل له مشاكل كتير جدا وهي السدد طبعا السدد دي كارثة بتسد من الرواسب بتاعة الميا ومن الشوائب ومن الشوائب فطبعا انت علشان الموضوع ده تتلفاء أو يعني نقلل أو نطول عمر الريداتير أو نمنع السدد جواه أو جوا الموسير بتاعته بنستخدم أنتفريز ده بيتقال عليه في المناطق زي روسيا مثلا المناطق اللي درجة حرارتها مقفدة جدا بيتقال عليه أنتفريز وطبعا عندنا مثلا في مصر أو في الخليج بيتقال عليه كولانت اللي هو المبرد طبعا المبرد ده شيء مهم جدا وزي ما قلنا أنه هو ممكن يكون أهم من الزيت أهم من الزيت بكتير وطبعا بيكون مكون من خمس عناصر الخمس عناصر دول المكونة للكولانت من 90% ل95% بيكون مادة اسمها الجيلكول الجيلكول دي بيكون بشكل أساسي فيه ودي اللي بتخلي الكولانت بتاعك يغلي عند درجة حرارة أعلى من المية اللي هي بتوصل ل140 درجة مقوية وبيتم يعني بيبقى الغليان عند 140 درجة مقوية بدل 100 درجة مقوية ودرجة التجمد بتكون عند 65% أو سالب من 60 لسالب 65% دي درجة التجمد وطبعا من 1 ل 4% بيكون مواد مضافة المواد مضافة دي اللي بتحمي الدائرة بتاعة التبريب بتاعتك من الرواسب وبتعمل على تزييد ترمبة المية رابح حاجة أو ثالث حاجة من 1 ل 3% بيكون H2O يعني بيكون مية عادية جدا بعد كده العنصر الرابع بيكون منع رغوة علشان نمنع الفقعات وبعد كده العنصر الخامس بيكون لون علشان بيان التسريب أو لو فيه ترشيح ولا حاجة اللون دي يبينه لان هاي المادة زي ما قلنا جيل كل دي بيكون مادة شفافة فطبعا زي ما قلنا كده الكولانت ده عاجة يعني مهمة جدا علشان بيساعد فيه المية الريداتير بتاعتك أو مية التبريد تغلي عند 140 درجة بدل 100 وطبعا نسبة ان انت تحط الكولانت بتاعك بتكون 50% 50% ده افضل اداء للكولانت بتاعك فطبعا ده كل حاجة عن المية بتاعت التبريد في اختصار يعني ودي كل اللي احنا عرفنا نختصره في الفيديو الصغير ده فطبعا ده شيء مهم جدا ان احنا نحط مية التبريد ما نحطش مية من حنفية أو مية مقترة علشان نحافظ على عمر المحرك بتاعنا وما يحصلش فيه اي مشاكل بس كده وارب نكون عرفنا نوصل لمعلومة ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شو الله شكرا